الفشل عنوان عريض لعمل الحكومة الحالية التي يقودها مصطفى الكاظمي والتي من فكت تغرق العراق بمزيد من الأزمات التي تمضي بالبلاد بحسب الوقع نحو المزيد من الدمر فحكومة الكاظمي كما هو حال الحكومات التي سبقتها ليس في نهجها معالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية بل الكارثية وهي غير قادرة حتى إن أرادت على التصدي لتدهور الوضع الاقتصادي لأنها عاجزة عن التحكم بمفاصل الدولة التي باتت رهينة سطوة الميليشيات التابعة لإيران والأعزاب الطائفية التي أهدرت الموارد عبر مشاريع وهمية واختلاسات بمليارات الدولارات وهربت العملة الصعبة إلى إيران وأهملت الخدمات في جميع قطاعات الحياة ومارست سلوكيات مفتوحة أشارت إليها الكثير من المنظمات الدولية هذا الفشل الدريع الذي اتصفت به جميع الحكومات التي تعاقبت على العراق منذ عام 2003 أدخل العراق في أزمات اقتصادية واجتماعية تفاقمت حدتها مع أزمة وباء كورونا التي كشفت الكثير من حقائق هذا الفشل وعرت جميع الحكومات التي حكمت العراق وسياساتها واقع صعب يعيشه العراقيون اليوم فقمته سياسات حكومة الكاظمي التي تقود العراق ومقدراته لأن يكون رهينة لأمد طويل للديون من خلال لجوء حكومته للقروض الداخلية وإلى الاقتراض من المؤسسات المالية الأجنبية كالبنك الدولي وغيره ما يضع العراق وثرواته الطبيعية رهينة أبدية للديون والإرادة الأجنبية واليوم تؤكد أصوات برلمانية وجود مساع لاستضافة الكاظمي في البرلمان واستجوابه بشأن الأزمات التي يعيشها العراق وبصرف النظر عن مآرب الأطراف السياسية وصراعات الأحزاب الحاكمة فالحكومة كما تؤكد الوقاع أخفقت في تحقيق ما ينشده العراقيون فلا هي حاربت الفساد كما وعدت ولا حسبت رؤوس الفساد الاقتصادي وناهبي المال العام وشبكات تبيض وتهريب الأموال ولا استعادت الأموال المسروقة والمهربة والمنافذ الحدودية ووارداتها التي تسرق ولا خططت أو نفذت أي من المشاريع التنموية التي يحتاجها العراقيون أو حسبت قتلة المتظاهرين الذين خرجوا لاستعادة العراق من براثن الأحزاب والميليشيات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة